مبارح فريق الكرة الطائرة في نادي الزمالك سيدات عمل إنجاز عظيم جداً كبير جداً لأول مرة بطلات لبطولة أفريقا للأندية لأول مرة في التاريخ إنجاز كبير جداً وإنجاز رائع جداً وفوس كان مستحق جداً على فريق الأنبيب الكيني مبارح في المباراة النهاية وقبل ما يركب الطائرة وقبل ما يسافر أو يعود إلى القاهرة مباشرة من تونس معنا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن أحمد فتحي الموديل الفني لطائرة الزمالك سيدات يا كابتن أحمد مساء الخير وآلف مليون مبروك خير يا كابتن كريم والله باري في الجنة أخذنا خليه والله أنا مش قبل مركب الطائرة أنا في الطائرة والله بتحرك إنت الآن بتحرك خلاص؟ لا نلحق بسرعة نلحق قبل مطير قبل مطير الطائرة الإنجاز عظيم جداً يا كابتن أحمد وجمالي الزمالك النهاردة حتى على السوشيال ميديا ومن مبارح سعادة غامرة والكل مبسوط بسبب انتصار غالي جداً لنادي الزمالك انتصار في كل أحواله هو يشرف رياضة المصرية بشكل عام والله الحمد لله طبعاً أنا مش قرق جداً وبشكر كل جميعنا الزمالك فعلاً اللي حاسسونا طول البطولة أن هم معنا وضعرنا ويدعموا للسريق والله الحاسس على أنه هو يعني الفقوري أنه هو قدر يفد القطاع ده كله والنفس اللي لها فعلات بعد المجارة يعني انجاز سعلاً تدير بمثالنا النجي الزمالك للفريق لأنه أول سنة نشارك في بطولة البطولة يا صراحة فقد بطولة قوي جداً يعني في ساتة فرقة كريمة من المنافسين فبحمد ربنا وبشكره والله على الأداء القبل المسيحة والحمد لله وإنتم سافرين كنت متطمن أو عارف أنه الزمالك أو الفرق اللي معاك تقدر تفوز بالبطولة ولا أنت كنت أعلاق بما أنها المشاركة الأولى والله يعني أنا مش أكبر حيات كان فيه قلق طبعاً كبير بس الحمد لله الفريق ناجز زمالك في نهاية الكاس في مصر بعد ما لقبنا الدوري والكاس فكانوا وصلوا بفرمة كبيرة جداً من التجانس لأنت عارف أن كان عندنا على مصر بالنكازة نادي يعني تضموا ناجز زمالك الأداء في نهاية الكاس الحمد لله كان أداء كويس قوي على الباجل أهدي واخذنا بشكل كويس بنا فيها كويس أو بسكر كويس فكانوا واحد متطمن الحمد لله وهو أحنا عندنا برضو أربع العيبة موجودين عندهم خبرات كبيرة في أفريقيا وكانوا بلعبوا قبل كده تواف المنتخب أو الأندايا ويعني كنت متوقع الحمد لله أن احنا ممكن نوصل نهاية مشاركة مهمة إن شاء الله في كاس العامل الأندايا في الهند تمحاتك في هذه البطولة بإذن الله والله طبعا السري بجد كل يوم بيزوت إنه تمحاته ملاش قدود يعني بعد فوزبوت أفريقيا دي الأول مرة في تاريخ المادي وتفاعل الناس كلها معنا والناس كلها مبسوطة يعني أنا حتى في تونس بصراحة كل الفرق المشاركة مبارح وبعد المبارسة أفريق تونس اللي أخذ المركز الثالث قاستارج أفريقيا الثالث الرابع وأندي وفرق الكاميرون بجد كانوا قفيني شكلها وفرق الفرق وهم دي العوة قدام كينيا يعني كان سعيد الأداة بتعلق عيبانات طول بطولة للسبع مدشاط لأبنائهم يعني أكبر الناس كلها تحترم السري واتقدروا وتطور وتطور في الظاهروا وتتمنى للفوز يعني فعلا إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ننزل طبعا هنبدأ يعني نستعد البعاد البطولة في شهر 9 نستعد أن نعمل إن شاء الله لنقصب باعتها وهتبقى قبل بداية الدوري ونتمنى يا رب أن تنقدر يعني نسعد الناس ونشرفهم أول كريق مصري بشارك سوط العالم الأنجال السيدات لأنه ده ما حصلش بالتوفيق كابتن أحمد ألا بشكرك شكرا جزيلا وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله وألف مليون مبروك كابتن أحمد فتحي المدير الفني لطائرة الزمالك سيدات من على الطائرة أثناء أو يعني استعدادا للعودة إلى الكائرة إن شاء الله بعد إنجاز الفوز بطولة أفراقيا لأندية برافو برافو أي فريق مصري شرفنا في بطولات أفراقيا يبقى مليون برافو كمان والفريق ده تحديدا عامل إنجازات استثنائية إنجازات استثنائية في وقت قصير جدا فريق كرة الطائرة سيدات في نادي الزمالك